هكذا تحاول ميليشيات الانقلابيين في اليمن توثيق عملياتها قرب الحدود السعودية بمحاولة لتحقيق انتصار ولو معنوي يغطي على خسائرهم في الميدان هذا الفيديو يظهر محاولات حوثية للتسلل لبلدة الربوع السعودية غير أن السلطات السعودية نجحت في القضاء على المتسللين النهج الإعلامي الذي تتبعه الميليشيا في كافة عملياتها من توثيق إعلامي يشبه إلى حد كبير نهج تنظيمات إرهابية فمعظم هذه التنظيمات وخاصة تنظيم داعش تحاول البحث عن الشهرة والصدى الإعلامي من خلال عملياتها ويتضح ذلك في الفيديوهات التي يتم تصويرها منذ التخطيط للعملية وحتى تنفيذها جزء كبير من العمليات التي تحاول هذه التنظيمات تسويقها إعلاميا هو عبارة عن هجمات انتحارية ينفذها عناصر تعرض بحسب خبراء أمنيين لعمليات غسيل أدمغة وتجند هذه التنظيمات الانتحاريين عبر وسيلتين رئيسيتين إما عقائدية أو عبر تأثير المخدرات وحبوب الهلوسة وهي ما قد تدفع بالانتحاري لقتل حتى والديه أو التقدم إلى الموت دون وعي وهو النهج الواضح لدى أفراد ميليشيات الحوثي محمد ليوسي العربية ترجمة نانسي قنقر